وكانت القوى والفصال الفلسطينية قد عقدت في القاهرة فعليات الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بدعوة مصرية هذا ومن المنتظر استئناف أعمال جلسات الحوار الوطني غدا للتبحث حول الموضوعات المتعلقة بالمصار الديمقراطي الفلسطيني بدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تستضيف القاهرة الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني واعرب الرئيس سيسي لقادة وممثل الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية عن امنياته لتحقيق الهدف المنشود من الحوار الجولة يشارك فيها قادة خمسة عشر فصيلا وقوى وطنية فلسطينية وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية ويأتي الحوار الوطني الفلسطيني في اطار حرص مصر على بذل كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على اجراء الانتخابات الفلسطينية كما يأتي في اطار الجهود المصرية المبذولة لانهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني